تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعا وتمنياته الطيبة لفخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني الصديق بدوام التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين الصديقين بالمزيد من تطور نقلها مع السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية خلال استقبال فخامة الرئيس الإيراني له في ديوان رئاسة الجمهورية بطهران من جانبه عرب فخامة الرئيس الإيراني عن بالغ تحياته وتقديره لجلالة السلطان المعظم وتمنيات فخامته الطيبة لجلالته وللشعب العماني ولعلاقات البلدين بمزيد من الرقي والنماء كما عرب فخامة الرئيس عن خالص التهاني لسلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الثاني والخمسين المجيد كما تم استعراض العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وتكيد على حرص الجانبين لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يعود بالمنافع المتبادلة تحقيقا لتطلعات شعبيهم الصديقين وتبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك